أنت هون السؤال أنت نحن بالعالم العربي أنه عندهم مشكلة لما يكونوا اتنين جبار بالعمر بيتجوزوا وبنغرموا ببعض وما بعرف شو أنت مع ولا ضد هذا الشيء ولا بتحسيه غلط أن يفكروا هيك العالم لكن للصراحة هو أنا كنت كتير خايفة يعني من هالقصة الحب وبنفس الوقت يمكن بينه وبين ذاتي كوني أنا كمان جاي من بيئة محافظة وبيئة عربية تقليدية وأنا كمان بيزمن غير زمن كون أنتو فطبيعي أنه حس أنه خلص بالستين والواحدة لشو بيلبق لها بعد أنه تشنق الواحد وتتغنج عليه وتغمره وهيك أنه ما بيلبق لها أنا كتالة كنت رفضتها يعني هذا شيء يمكن أول مرة بقوله وأقول لأني الله عطي راف خطير خليني أكبر وأنا أنه رح نطلع مهضمين أنا ورفيق أنه في عنا زافر عبيدين وكارمن بصاي باسمه غرام ورومانسية وجن وجميل وهضامي عنا جوه ومرام مهضمين وجميل وغرام وهضامي أنه حلوين أنه أنا مش رح نمكن أن نحنا ما نطلع حلوين أو ما يقبلوا هيدا الحب وهيدا الغرام هلأ اللي بقولوا هون أنه يمكن فيه مجتمع يعني ما تنسى تجو أنه نحنا يعني مجتمع العربي كتير واسع ونحنا بالأم بي سي ونخلال عروس بيروت نحنا يعني خرقنا كل الحدود ما بقى فيه حدود طريقة إيجابية ما عملنا طريقة كتير حلوة يعني أنت ست عم تتوجه لعالم عربي كتير كبير يعني في كل المستويات وكل الزهنيات في كل الشي فطبيعة الحال كون في بيئة ترفض وبيئة تقبل يعني اللي بدو قوله أنه أنا كتير مبسوطة أنه رفيق يلي كان هو عادل يعني لأنه رفيق أنا على سعيد الشغل مش تغلي مرتين أنا بكون مرته بمسلسلين بس غير هيك هو رفيق حدا إذا بتجي بتنظر له يعني كشكل بيلبق له يعني رغم أن هو كبير بس أن هو عنده جمال خارجي بيلبق له أنه ينغرم ويحب أو النسوين تنغرم فيه في كتير يعني قالوا لنيالك للوقت ونياله قالوا كمان شو أنت بستعوني حالك بسم الله